شكرا سيدة الرئيس في ختام هذه الجلسة المثمرة قضايا طفولة في العالم كله وفي مصر بقلنا حوالي السنة دي بنكمل 40 سنة في مصر شغل مع شركائنا المحليين شكرا شركائنا الحكوميين المجتمع المدني شركائنا من هيئة الأمم المتحدة على مدى واسع من قضايا طفولة إذا كانت حماية الأطفال التعليم الصحة تحسين ظروف المعاشر للأطفال وأثارهم والحقيقة يعني مبادرة حضرتك فاندم بتاعت حياة كريمة مبادرة بتتناسق بشكل كبير جدا مع الرؤى اللي احنا بنحطها بالتنسيق مع شركائنا الحكوميين إذا كانت فيه دعم مبادرات اللي بتشتعل على تنمية المطفولة مباركة ووضع سياسات ومعايير لجودة الخدمات المقدمة من خلال وزارة التضمن الاجتماعي أنا عايزة كمان أذكر هنا كمان شغلنا مع وزارة التضمن الاجتماعي على نظام الكفالة ونظام الرئالة البديلة الحقيقة اللي مصر عاملة فيها دور رائد في المنطقة وإحنا الحياة بنكلم عن زميلنا في المكاتب موجودة في المنطقة في الموضوع ده بالذات الحقيقة عندنا تجربة نجحة جدا وإحنا بصدد تنسيق مع الوزارة إزاي ننقل التجربة دي لبلاد تانية بحقيقة محتاجين يتعلموا من مصر في فكرة الكفالة لما نتكلم عن التعليم بنتكلم على فرص كتيرة لإتاح التعليم جودة عالية لأكثر الفئات اللي ممكن تكون عندها رجاء الاقتصال مفضلة؟ ما عندهاش اتكلمي زي ما انت عايزة شكراً يا فاند شكراً يا فاند أنا مش عايزة تقولها لحضرتك أنا عايزة بس أشرح أن احنا ما عملناش ده كله كهية انقصة طفولة لواحدنا كنا بالشراكة مع مجتمع مدني حضرتك من خلال الإطار القانوني قدته فرصة كبيرة الحقيقة أنه يبقى شريك فاعل مع الدولة في كل جهود التنمية عايزة بس أستغل الفرصة دي وأرجع للحضرتك كنت بتقوله الصبح ومن شوية على دور المكون البشري في إحداث التغيير وبما يتعلق بالشباب والأطفال والمراهقين ودورهم في الحقيقة أن هم يبقوا موجودين أو حضرتك تقدر تساعدنا كلنا في خلق مساحة ليهم مساحة طديقة ليهم في كوب 27 إزاي يقدروا يتكلموا عن أثار التغيير المناخي عليهم إزاي يقدروا يقولوا أراءهم في مبادرات لها شكل ابتكاري وشكل يقدر يفاعد ساعد فاعد الدول كلها يساعد كل دعامي سانيا القرار في العالم كله على إزاي يقدروا يأخذوا قرارات فعلا تنفذ التزاماتهم إزاي تقدر المشاكل التمويل اللي كان سيادة دولة رئيس مجلس الوزر نهذا الصبح بيتكلم عليها سيف دا تشيلجن بالتعاون مع شركاء كتير في تصدد إخلاق السنة دي حملة عالمية لمساندة كوب 27 في تحقيق كل أهدافه فإحنا هنا بس بنقول أن إحنا موجودين وعايزين نساهم في الموضوع ده مش إحنا بس إحنا والمجتمع المدني وكل شركائنا شكرا يا فانو شكرا أنا اللي بشكرك واتزعني بس كان لابد طبعا أن أنا أديها الفرصة أنها تتكلموا كده والحقيقة كل المساهمات اللي تقالت النهاردة يعني مساهمات داعمة ومشجعة يعني وأنا بس هارجع على نظام الكفالة اللي حركت ذكرته واللي هو أتصور نحن نطورناه خلال برضو سنتين ثلاثة لفاته بشكل مختلف وده كان نقاش عميق جدا بين يعني بين الحكومة وبين الوزيرة المختصة في إن إحنا إن وحطوط معايير المعايير دي كانت صارمة جدا وجيدة جدا ولكن كانت بتضايق فرصة على بعض الناس فإحنا قلنا طب يعني مش هنقلل المعايير لكن هنقطي فرصة لتجربة ونشوف نتائجها عاملة زي والحقيقة لدينا رد الفعل بتاعها رد فعل رائع جدا جدا وبالتالي لما جينا نقول نقارن بين بيئة اجتماعية داخل ده الرعاية مهما كان جودتها وما بين إن إحنا نخلي الرعاية دي داخل أسرة برضو مهما كان مستواها فلاقينا إن المقارنة مش لصالحة مش ضد الفكرة لأن إحنا لو أعطينا الفرصة للبيوت المستعدية تعمل ده وتبقى تكفل يتيم أو يتيمة حيعطي مناخ إيجابي أكتر كتير بغض النظر عامة يتم تقديمه في دور الرعاية ليمكن أبدا أننا نستطيع إن إحنا في دور الرعاية نوفر الرعاية ده عدد على اللي بيقوم بالدور كما واحد لكن في البيت هيبقى أسرة على طفلة أو طفلة فبالتالي كان النتيجة اللي إحنا شفناها زي ما حرقا قلت كده إنها محتاجة إن ممكن كمان يتم من أقلها للآخرين للي استفادة منها وأنا معاك في ده ومستعدين نساهم في هذا الأمر النقطة التانية أنتكلمتي على فكرة إحنا هنعمل ليه في المؤتمر يعني عايز أقول إحنا يعني واخدين موضوع جد قوي موضوع الإعداد للمؤتمر بدأ وأنا في جلاسكو فالصحيح إن إحنا نتحرك كمؤسسات كدولة من بكل ما تعني هذه الكلمة على إن إحنا اليوم إن شاء الله يعقد المؤتمر نكون جاهزنا وعملنا كل ما يمكن عمله من أجل إنجاح النقطة اللي حالك ذكرتها تحديدا في إن الشباب يبقوا موجودين جزء من الموضوع ده إحنا بنفكر فيه مش بنفكر فيه يعني لا إزاي نخليه أحد المكونات اللي تنجح فكرة المؤتمر ويبقى عامل إيجابي للمؤتمر ويبقى صوت مسموع مضاف لكل المشاركين في إنهم ما يسمعوا مننا إحنا حرصين على كده بس النهاردة إحنا مندور على شكل الشكل اللي ممكن نحقق به هذا الأمر يعني نعمله إزاي ويبقى ضمن منظومة عمل والمؤتمر اللي إن شاء الله يتعمل نهاية السنة دي يعني لكن ده موضوع معتوط في الاعتبار أطمينك يعني اشتركوا في القناة